تحياتي لحضراتكو في كل مكان النهاردة حلقة فريدة من نوعها هنتكلم فيها عن ذكريات عصرة فترة حكم الرئيس من سبع سنوات الحقيقة في أول حكمه قالوا عليه أنه هو الراجل اللي جاي عشان ينفذ صفقة القرن وسينا تبقى مكان لنقل إخواتنا الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية ويستقروا هنا في مصر والحقيقة بعد مرور الأيام قدر الرئيس يثبت لهم أنها ليست صفقة القرن ولكنها صفعة القرن شفنا من يومين ثلاثة برنامج صواح خير يا مصر وهو جوة غزة في حلقة مباشرة وخلفية البرنامج بداية الإعمار من اللوادر اللي شفناها والمعدات التقيلة اللي دخلت وعبرت الحدود من مصر إلى فلسطين عشان نبدأ الإعمار ويبدأ الرئيس السيسي في تنفيذ وعده لكل المصريين اللي وعده لهم من أول يوم في حكمه وهو أن مصر تبقى قد الدنيا خلينا نروح مع بعض كده نبدأ حلقتنا بأغنية وطنية ونرجع نفتكر مع حضراتكم على مدار سبع سنين الرئيس كل اللي وعده للمصريين يطرى نفزه وشفناه على أرض الواقع ويطرى اللي احنا شفناه على أرض الواقع ده هل يكفي الرئيس ولا دايما يقول لنا في جديد وبنقوله هل من مزيد خلينا نشوف الحقيقة دي كلمات الرئيس اللي على مدار سبع سنين شفناها مع حضراتكم وشفناها وعود بتتنفذ على أرض الواقع كنا في عهود سابقة وقلنا هنا في كلام جديد ان المشروعات كانت بتاخد لها سنين على ما بيتم افتتاحها النهاردة في عهد الرئيس السيسي بنحط أول توبة في المشروع وبنصحة تاني يوم طبعا بهمة من المصريين وسواعد أبنائنا بنشوف المشروع واقف على رجله الحقيقة مش بس مشروع واحد ده مشروع واثنين وثلاثة اللي بيحصل في الدولة المصرية على مدار سبع سنين مش بس يطلق عليه كلمة إنجاز ولكن بيطلق عليه إعجاز إعجاز لكل الدول اللي كانت في ظروفنا وما أعتقدش أن في دولة مصرها زي مصير مصر أو وضعها كان زي وضع مصر لأن احنا دولة مش مجرد دولة عادية ولكن ربنا سبحانه وتعالى حبانة بالقدرة أو حبى مصر بالذات بقدرتها على إدارة منطقة كاملة والرئيس لما وقف وإحنا نتذكر مع حضراتكم لما وقف في قناة السويس بعد عبور السفينة وقال الجملة المشهورة اللي كل وسائل الإعلام تنقلتها واللي وقفت عندها أجهزة مخابرات عالمية ودول كبرى وهي الجملة الخاصة بموضوع سد النهضة وقال إن الفوضى لقدر الله لو ما تمش التفاوض بشأن سد النهضة المنطقة كلها هيعم فيها الفوضى أو المنطقة كلها هتشهد فوضى الجملة دي الحقيقة أصارت بلبلة في العالم كله ولكن هي دي الحقيقة وعشان هي دي الحقيقة النهاردة مع ضفنا الكريم والكبير الأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ أمراد النساء والتوليد وعلاج العقم ومفاوض حملة دعم مؤسسات الدولة في الفيوم جينا مع حضراتكم عشان يتكلم على الإعجاز اللي تم في مصر ويناقش آخر الملفات ونسأله عن آخر التطورات والإنجازات اللي شهادتها مصر خلال عهد الرئيس السيسي تحياتنا لحضرتك يا دكتور وإن شاء الله نبقى في كل سنة في نفس المكان على الهواء بنحتفل بمصر الجديدة مصر القوية مصر العظيمة أهلا بي حضراتكم زي الصحة وزي المشاهدين أحنا الحقيقة أن هذا بنهصل تحية لسيادة هايس وبمناسبة أن احنا اتمتعنا بسبع سنين في حكمه فعلا صحيح أن دي كان حضرتك هدية من السامة لينا في الوقت ده لأن اللي مش فاهم الموضوع يفهم أنه مصر كانت هايحة في حتة تاني خالص احنا كنا الجائزة القبرة كنا خلاص هنضيع وكنا فعلا مصر هتتقسم وخلاص ومش هترجع تاني ولا هي ولا البلاد العربية هي حضرتك كانت هتبقى اللحظة الأخيها كانت التهيخ اللي بقاله سوعة تلاف سنة كان هينتهي فالهايس الحقيقة هبنا هصلوا لينا وكانت الخطوات اللي أخدها مستهلة الناس ما تفتكاش أن التضحيات اللي عملها سهلة القائل اللي أخده سهل هو كان بيخاطر بحياته هنشوف دلوقت احنا هنتكلم على كل المواضيع دي ومش هنلاقي كلام أحسن من كلامها هايس لأن الحقيقة هو جمله جميلة وجمعة صحيح بحيث أن فيها أما تقعد يتحليليها هتلاقي فيها معاني كتير قوي الناس تفهم ما وهوها وتفهم إيه معناها يعني احنا دلوقت يعني هايس بيقول كانت في شام الشيخ قبل كده ساعة بعد عملية إرهابية وقال محدش يقدر يغلب المصريين قال هنبني بلدنا بلدنا بسلام وأمان احنا فعلا بلدنا بسلام وأنام وفي تقدم إن شاء الله قال عايز أقول لكم أنتم اللي هتحددوا احنا شفنا دلوقت أنتم اللي هتحددوا مصير مستقبل مصر مش أنا ده حضرك لازم يبقى علامة لنا ويبقى حافظ أن أنت بتشاهد لاحظنا هايس أنه مهتم بجميع طبقات المجتمع الماتاح والمحتاج حضرك هتشوفي الكلام ده وهنشوفه عملي إزاي بيهتم بكل واحد هنشوف أنه بيقول لك حلمي أنا حلمت مش رؤية حلمت يعني نز أنه نذا أنه لو هبنا مكنه ليعز حضرك الناس اللي همش لقيين أماكن والعشوائيات والكلام ده كله فبيقول أنا أما هبنا مكنني لازم أوفي بنزري إحنا هنشوف الكلام ده عمليا وهو بيقوله ويعني إيه حلم وحلمه كالنز وأوفى بنزر فعشان كده يقول أما بيسأله أنت متطمن أل أو متطمن متطمن أل متطمن أو متطمن أل متطمن أل متطمن على بلدي هنشوف كل الكلام ده بالتفصيل النهار ده قال لما طلبتوني لقتوني ولما أبخل عليكم بحياتي أما رئيس مهي بيقف يقول لشعبه هذا الكلام كل كلمة فيه صادقة وطبعا الناس عافة أنه هو كان بحضرتك العمل وهقيس مخطأ مخطأ بكبير جدا أنه هو قال أنا هو حوام مصر يتبقى وإن شاء الله بنا هيخلهنا ويعزنا بيه وإن شاء الله نبقى مع بعض سنين وسنين وسنين في مصر وتتقدم مصر ونعوض المئة سنة اللي فاتوا يعني مصر إن شاء الله في الطريقة هده عشان كده المقاومة جديدة وصهيونية العالمية هتتجنن لأن مصر بالطريقة دية حضرتك إحنا بقينا في مكان تاني خالص مكان مش مهسوم دينا فالمكان بتاعنا دا مش بالسهل أنك توصلي للمكانة دي بالسهل خالص قال أنت وعدتوني أنكم هتقفوا جنبي آه إحنا وعدنا فعلا رئيس أنه هنقف جنبه وساعة ما إحنا استدعناه وقلنا له نزل لنا وحضرتك هو لب النداء ففعلا حضرتك إحنا وعدنا بذلك وزي ما هو وفى لابد أن نوفي أي حد ممكن يخاف إلا أنتم يا مصريين ليه لأن عندكم جيش قوي لأنكم أنتم شعب مؤمن سواء مسلم أو مسيح إن عندنا مؤمنين الإيمان بيقوي القلب والإيمان بياسم الطريق إن احنا بنشوف طريقنا صح صحيح ما بنختلش حروبة الجيل الخامس وهابع نفعت في كل حتة مع عدف مص ليه إيمان وحضاها الإيمان والحضاها جزء من الإيمان أما بتؤمن بالله بتؤمن إنه فيه رب موجود كبير هو اللي بيوجهك واللي بيوجه الطريق بتاعك فبتلاقي بتلاقي الواحد ربنا أرشاده على الصح أرشاده على الطريق الصح وفقه وفق رئيسه ووفق جيشه وحماهم فإحنا تحمينا وتوفقنا بربنا بإذن الله قال إحنا قادرين نبني بلدنا ونعمارها ونواجه كل التحديات اللي أنتم شايفينها دي قال هنبنيها هنبني البلد بأي طريقة قال إحنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة بيكم كلكم فده خارطة طريق خارطة طريق بتاعنا البناء ما بيتشتغلش انت تلاحظي الرئيس بيهصل رسائل لشعبه إنه حضرتك بنلاقي في تحديات خطيئة وحضرتك مسافر السودان مسافر هنا مسافر حضرتك أوروبا مسافر فهنسا وعشان حضرتك المشكلة بتاع سبد النهضة وتاني يوم أو في نفس اليوم لابد إنه إيه يبص على البناء يبص على الطرق حضرتك اللي بيعملها يبص على المحاور يبص على الأنفاء يبص على سينة يبص على الصواب الزراعية ده بيوجه إيه إن إحنا الأساس بتاعنا البناء إن إحنا مش هنضيع وقتنا مش هينفع حد يصرف نظارنا إحنا الطريق بتاعنا واضح اللي هو بناء البلد مهما حصل حاجات دي كلها جانبية هنتخطاها وهنبني بعضه إنما مش هنتعطل لإنه قبل كه إحنا تعطلنا كثير قوي فخلاص خلص الوقت للتعطيل حتى لو إيه مش هنتعطل بعضه هنحاهم وبنبني بعضه يعني حضرتك ده ما حصلش في أي بلد في العالم إن الأولوية بتاعتنا البناء قال والله اللي بيتعامل فيك يا مصر مش هيخطر على بل حد ولسه في عمل كتير وأمل كبير لينا وشبابنا وأحفادنا ده حضرتك بيفهمنا أنا بعمل لي ده كله بعمل ده كله لينا والشبابنا والأحفادنا يعني حضرتك إحنا بنبني 100 سنة قدام عشان حتى هو حريص على إنه لو وجهنا أي حالة بنعمل حضرتك ما هو مخزون استراتيجي المصر يكفيها فترة طويلة برضو فده حضرتك بيفقى فينا أكثر ما بيفقى في أي حد تاني كل الاعتزاز والتقدير والاحترام والمحبة للشعب المصري شعب بلادي الكلمة دي كلمة بيقولها هايز دايما ويقول أنتم شعب بلادي أنتم أهلي فده حضرتك إحنا بنفتخر بذلك ونعتز بذلك ما فيش حد أقل قبل كده الكلام ده ما فيه ما سمعناهوش من أي حد ما سمعناش إنه حد بيقعد يتكلم يكلم شعبه بهذه الطريقة ويقول لهم أقفوا معايا أقفوا في ظهر بلدكم وأنا ربنا معايا الكلام ده مهم جدا حضرتك اللي يفهمه ويقضاهه يعرف قد إيه هاجل ده مؤمن وصالح وحضرتك باقي على الشعب وباقي على البلد وباقي على مكان وإنه بينه بنا ربنا سليم وده مهم جدا أنك تؤمني تؤمني بذلك علشان تحافي تخدمي بلدك علشان تحافي تعملي حاجة لقدام أما تؤمني بذلك وتشوفي ولو أنت لسه حتى مشوشة لا المفروض تبقى خلاص المفروض الصورة وضحت اللي لسه الصورة أمام عينه مش واضحة لا دعيف فيه هو يعني الصورة المفروض تبقى وضحت من اللي احنا بشوفناها مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا هنبنيها هنبنيها ليه عشان خاطر الناس اللي عبرت عشان خاطر حضرتك الناس اللي ماتت الشهداء بتوعنا المصابين هنشيل مصر في عيوننا يا مشالتنا وهنبنيها بيد الشعب مع جيشه وهتفضل قوية وفتحة بابها إن شاء الله فعلا مصر هتفضل قوية وهتفضل فتحة بابها أمام الجميع أي حد هيجي الزمن عليه هيلاقي مصر مصر إن شاء الله ربنا هيعزها ومش هتيجي الأيام عليها حتى هيحفظها ربنا بشعبها وبجيشها وبرائسها بإذن الله وهنفضل إن شاء الله زمن كتير القيادة الحكيمة دي بحيثوا إن ربنا هيعوضنا عن السنين اللي فاتت حضرتك إحنا بقلنا مئة سنة مئة سنة مصر أو أكتر مصر حضرتك ما تنمتش إحنا عندنا مشروعات من أيام سنين من ألف وتمنميات الأناطق إحنا عايزين حضرتك عايزين مشروعات حضرتك التنمية الجديدة دي حضرتك مصر هتبقى حاجة تانية عشان كده الناس هتتجنن بيحاولوا يبوزوننا بالدنيا وبيواصلنا القريطة قدامنا وإحنا بعض القريطة واضحة ومشيين في طريقنا طيب خلينا نشوف مع حضرتك الفيديو الجاي ده ونتذكر كده مواقف الرئيس الحاسمة وكمان هنشوف دلوقتي مواقفه كأبو خلينا نشوف الفيديو ونرجعنا كمان مع حضرتك الحقيقة ده كان فيديو مع أولاد الشهداء أولاد الأبطال اللي الرئيس قال إن هم ليهم فرقابتنا جميل كبير ودائما لما بنفتكر وبنشوف التضحيات اللي قدموها الأبطال دول عشان أنا وحضرتك وكل الناس اللي بتتفرج علينا وكل المصريين في كل مكان يعيشوا في أمان وسلام لازم نقف قدام أي خطر وأي حد بيحاول يهدد مصر أو بيحاول حتى ينشر مجرد شائعة بسيطة توقف قطر التنمية اللي موجود في مصر واللي إن شاء الله هيفضل ماشي في طريق محدش يقدر يعترضه ولا حد يقدر يوقفه دكتور إحنا استعرضنا دلوقتي موقفين للرئيس موقف لما تكلم وقال اللي هيحصل في مصر من إرهاب ده أمر متوقع وصارح بين رئيس الشعب وموقف تاني لأولاد أبطال الشهداء هو حدثك الموقف الأولاني كان في إرهاب في سيناء نعم فكان بعد عملية إرهابية حصل إصابات وحصل شهداء فهيس طبعا كان زعلان على جنوده وزعلان على الأبطال الجيش فبيقول اللي حصل ده أنا آيد لأنه هيحصل ما هو لنحكمكم لنموتكم فأنا والجيش فدى من الشعب هو هايس قال كده قال أنا والجيش فدى الشعب إحنا هناخد الهصاص بغالكم ربنا يحميهم إن شاء الله والحمد لله بالعمين رئيس نجح في القضاء على الإرهاب في سينة هو بالجيش بالجيش قوي جيش مؤمن رجال فعلا اللي فشلت فيه قوة عظمى يا حضريك الإرهاب مستهل حضريك الجبل الحلال ده كان مشكلة عويصة ما تحلتش بقالها خمسين سنة حضريك إحنا نجحنا حضريك رئيس نجح في القضاء على الإرهاب في سينة حضريك سينة بقت وضع تاني خالص بقت عشان كده رئيس ما أعلنش قبل كده أنه سينة عمك استراتيجي إلا السنة دي لأنه فعلا تم القضاء نهائيا على الإرهاب حاجات بسيطة بقى عمليات بسيطة كده خالص لأنه في قلوب ناس مريضة والناس المريضة حضريك موجود دواءها دواءها الجيش والشيطة موجودين صحيح رئيس قالك لما طلبتوني دقتوني ولم أبخل عليكم بحياتي فكان قرار الاستجابة للشعب في تلاتين ستة ما كانش بسيط أو سهل حضريك ده كان تضحيك بيها وطلب للشهادة فده ده عشان نفهم معناه عشان نفهم أنه تلاتين ستة دي كان حضريك قوة كبيرة وخط أحمر محطوط لمص ممنوع حضريك تخطينا كل الخطوط الحمى وإيس محدش بيفرض علينا خط أحمر فحضريك تخطينا كل هذه الخطوط وحضريك عدناها وحضريك حرارنا بلدنا وحضريك تدين ومصر تردت لنا تاني واخدناها تاني كان فيه خطوط حمى اجتها مفهودة على مصر كلها انقصرت بوسطة إنسان بيسمى عفتاح السيسي الذي استجاب للشعب وخلص مصر من حكم ميليشيات الإخوان كانت تتبقى ميليشيات مالهاش عال فده مهم جدا ولولا ده ده أهم إنجاز يعني إحنا لو قلنا الإنجاز ده فقط الهائس السيسي كفانا بس مش هو ده ده كان هو ده البداية لأنه ولولا ما كانش إيه بقيت الانجازات حصلة الانجازات تمت ما كانش حاجة حصلت كنا هنفضل استند استند في مكاننا لغاية الآن ده لو بقينا أساسا هائس في عقاب الجهيمة دي قال لن انتصر لنموت مالهاش حال مصر لن تسقط وستنتصر في حابها ضد الإرهاب ومش هنسيب سينا كل الكلام اللي بنقوله ده كلام قاله هائس في الفتاهات من كلماته وهنا هجع الأهد لأصحابها هنهجع الأهد العابية كمان لأصحابها إن شاء الله يعني مش أهدنا بس كل الأهد اللي هتهجع إن شاء الله قال أي عمل إرهابي مش هيفت في عزم المصريين ما قال المصريين ما بيخافوش قال أنا مستعد أفدي الشعب وهقبل ربنا باللي عملته أنا متطمن قوي فحضرتك ده هاجل مؤمن هاجل صادق حضرتك هائس كل كلمة قالها اتعملت فده ده حضرتك هاجل حضرتك كما بتشوفي الكلام بتاعه لابد أنك تحبيه يعني إذا ما حبتيش هائسك وشوفتيه وأخلصتينه حضرتك هاتب أنت اللي فيك مشكلة لأنه لأنه هاجل بيشتغل ليكي صحيح فحضرتك ما حدش يقضى على المجهود ده ولا يقضى على الأعمال ديت وعلى الضغط النفسي والعصبي رهيب ده اللي هاجل حضرتك هو شاهي الوطن وشاهي مصري وشاهي الشعب بنفسه صحيح نعم قالك الشعب المصري أثبت أنه أكثر وعيا أشد عزما أقوى إهادة من كل المخططات اللي أحيكت من أجله فنجح الشعب المصري حضرتك نجح في التغلب لأول مها في الشعب الوحيد اللي قدر ينجح في تخطي مخططات الجيل الخامس والجيل الهرب اللي كانت معمولة بطريقة محدش يقدر يتخطاها معمولة كل حاجة لها صاري التهاك لها طريقة للخروج منها محدش قدر إلا وعي الشعب ده وإنه شعب مؤمن فربنا أداء بصيرته وأول ما شافها رئيس السيسي صدقه ومشيه وآمن به فحضرتك ده سبب الخير اللي احنا فيه وإن شاء الله احنا لسه ما شفناش الخير جاي الخير جاي والعمار جاي ومصر هتبقى حاجة تانية خالص إن شاء الله طيب خلينا نشوف برضو مع حضرتك كده يعني استكمالة للمواقف اللي مرينا بها تعالوا نشوف برضو الفيديو اللي جاي ده ونرجع نتكلم عن المواقف الحاسمة الرئيس وكلماته الصادقة اللي بتطلع من قلبه وبتوصل لقلوب المصريين نعم الرئيس أثبت على مدار سنوات حكمه إن هو ما بيخافش غير على مصر بس وما فيش حد قدر على مدار التاريخ المصري يعدي بمصر المحل اللي عد بيها زي ما الرئيس قدر إنه خلال الفترة اللي تولى فيها رغم إنها فترة مش طويلة سبع سنين وقبلي رؤساء تولوا فترات كبيرة ولكن لو قرننا حجم الإنجازات اللي تمت في خلال سبع سنوات ووقفنا عندها وقرناها بين إنجازات في فترات لحكم رؤساء سابقين هنعرف قيمة اللي بيعمله الرئيس في البلد دكتور تعليق حضرتك على الفيديوهات اللي إحنا شفناها دي إيه وكلام الرئيس في المواقف دي إحنا هنشوف موقف موقف وهنتكلم عنه تمام رئيس الحقيقة مع إنه عجل عجل مخابرات وعجل قوي وعجل عسكاية من طواز الأول وقائد عسكاية وشفنا الكلام ده من قياطه للبلد لغاية الآن وإن شاء الله مستقبلاً إنه مصر انتصرت في كل معاهيكها بدون بأدنى الخسايا ده معنى انتصارات عسكاية حضرتك كل من نوعها بتتعامل ليها هدف وليها معنى بيفهمه العدو بتاعك بيعرف إمكانياتك فما بيخشش في مواجهة خاسها حيث بتظهر قوتك قدامه لأنه حقيص حريص على أولاده حريص على عدم إراكة الدماء سواء من أولاده من شعبه ومن حضرتك بعضه الشعوب التانية لأنه كلهم في الآخة هو عايف إنه هو التوجيه اللي الشعوب التانية دي ما تحق عليها إنه حضرتك حقوق جيل خامس فتن موجودة فهو فاهم بيحصل إيه فبعضه حضرتك مشفق عليهم ما بيحاولش إنه حضرتك يستدهج لذلك لا هو كيس وفطن وعايف بيعمل إيه تاني حاجة ما سمعناش رقيص مؤمن وقوي الإيمان بحيث إنه بيخاطب هبنا قدام شعبه بيراجع الأمور كلها لله قدام الناس حضرتك أي حد بيفكر في هذا الكلام وقلبه سليم قلبه مش مريض هيفهم ذلك وهيحبه هايز ده وحضرتك هيقضاه حضرتك إحنا شعب متدين إحنا شعب حضرتك مؤمن سواء مسلم أو مسيح عافين إنه فيه هبنا عافين إنه فيه هبنا موجود إحنا ماشيين إحنا حضرتك حتى بنشوف الكلام ده في المرض ده في العينيين أكتر شعب فيه إيمان وحضرتك بيبقى ثبات عند اللقاء حضرتك الجنود المصريين أكتر جنود فيه الثبات في اللقاء عموهم ما بيفاهو في المحاقة بيطلبوا الشهادة وإنتي شفنا قبل كده شفنا منسي وشفنا اللي زيه دي قصص حقيقية وقعية بتحصل إنه يدافع عن حضرتك عن جسد زميله يموت في ده جسد زميله لإنه حضرتك ده ده هو الشعب المصري فبنشوف هئيس دعاء هئيس لشعبه ده أول ماها أول ماها نشوفه هئيس طالع حضرتك فيه اجتماع موجود وحضرتك بيناقشه ومشكلتك هنا قال لا إلهي اللي أنت عليك توكلت أهب العاشر عظيم إحنا عافين حديث ده حضرتك الدعاء ده من قال له موقنا به معتقدا في صحته واثقا في حفظ الله كان له أمن ويكفيه الله ما أهمه ده حديث صحيح مش حاجة فهو أما حضرتك بيقوله ده بيحصن شعبه لأنه هئيس أما يقوله إحنا أما الواحد يقوله في أهل بيته ربنا ما يشوفش حاجة في أهل بيته في اليوم دوت ولا في الفترة دية وحضرتك ربنا ينجيهم طب حضرتك ده بيقوله لشعبه فحضرتك إحنا شفنا الكلام ده الجائحة اكتاحت القهض كلها وشفنا عملنا كل اللي علينا اللي نقدر نعمله مصر مهما كان إمكانياتنا إحنا طالعين من أزمة وطالعين حضرتك من مشاكل وحضرتك من واجه هاب وكان مواجهين حضرتك ليبيا حضرتك كان في مشاكل عند إخواتنا في ليبيا وحضرتك في سينة وفي الجنوب فمعما كان فحضرتك كل الإمكانيات المتاحة اللي قدرنا عملناها فعملنا إيه بعد كده رئيس قعد وقال أول إجراء قال لجوء إلى الله ودعاء التحصين وكانت الإجابة من الله سريعة إحنا حسنا بيها حضرتك إحنا شفنا شفنا حضرتك في العالم كله جائحة موجة أولى وموجة تانية وموجة تالتة حضرتك شفنا أعداد الوفيات شايف الهند وشايف حضرتك الأعداد قد إيه حضرتك شفنا في مصر مع أننا 100 مليون أقل أعداد وفيات على مستوى العالم حضرتك ده إيه ستر من أهبنا صحيح ده حضرتك أرجحتي الأمور لأهبنا هتعمل إيه برضو هايس البلد الوحيدة اللي في العالم اللي وقفت رأى عمل إيه منح العمالة المؤقتة تأجيل سداد القهود وقف بجانب المصانع عشان ما تصححش العمال وأجل عليهم سداد الديون وستداد اللقصات حضرتك وقف جانب المنشآت السياحية عشان ما تصححش العمالة بتاعه حركة الجيش نزلوا الشرطة الجيش والشرطة نزلوا نزلوا الأول وقت قبل كده الإرهاب وكده بياخدوا الهصاص في صدرهم ونزلوا برضو حضرتك في كورونا كان كله حضرت اجوال والناس تقعد في البيت عشان ما يتعهدوش هم نزلوا واتعهدوا برضو للفيروس ووقفوا قصاده وهذا مو برضو وعبنا نصاهم وعدنا مسألة كورونا إن شاء الله وإن شاء الله تخلص خالص وعبنا يحفظنا منها إن شاء الله والجيش نزل يعقم الشواهق حضرتك أبناء مصر من الأطباء طلبوا الشهادة ووقفوا يعالجوا أخوتهم في المستشفيات وهي أخيرا وفوا المصر اللي حضرتك وفواه إزاي وفواه إنه هنصنعه في مصر عشان حضرتك نضمن بها إنه متوفر وأمان والناس بها حضرتك ده إحنا اللي مصنعينه عندنا في بلدنا يبقى متوفر ونحصن شعبنا ونعدي الأزمة دي إن شاء الله إن شاء الله شوفنا تاني تاني بها من الجمل المقصوية اللي شوفناها النهار ده قالك أنا صادق قوي أمين قوي شريف قوي هقابل هبنا على كل الكلمة قلتها أو فعل فعلته ده معنى إيه يعني نفهم الكلام ده معنى إيه إنه هاجل أفعال ومش كلام ما بيتكلمش كتير قال كل وعد وعدته استنوه هيتنفذ أنا ما بيتكلمش وخلاص ثقوا في كلامي أنا لا أقول إلا الصدق وعدتكم بالتغلب على الإههاب فعلا تغلبنا على الإههاب حضرك وعدتكم إن اللي هيقهب من مصر هيتشان من على وش الإههاب فعلا أي حد حد قهب من مصر ما حدش يقدر لأنه هو عايف بيقول إيه قالك حضرك سينا لينا ومش هنسبها فعلا سينا لينا ومش هنسبها ما حدش يجهو يا قهب لسينا وشوفنا البلاد حوالينا كل حتة كل بلد حد يطمع فيها وياكتا إحنا سمقنا حتى محفوظة السماء نفسها ما فيش طيقة تقدر تيجي لأنه عندنا حديث هو متسايب الأمور كده يعقلها وتوكل عندنا جيش قوي عندنا دفعات جوية قوية قالوا وعدتكم إن القادم أحسن وعدتكم إنه هنبني بلدنا وإنتم شايفينه إحنا شايفين البناء هو شايفينه الجيش هيبقى أقوى جيش في الدنيا وفعلا الجيش أقوى جيش في الدنيا موجود بس في كلام مش بيتقال في كلام فعلا ما بيتقال فقال علشان الحتة دي قال ما تسمعوش من حد غيري علشان حبوب الجيل الرابع والخامس قال لأوا ماشي بس سقوا إنكم هتسمعوا اللي أنتوا عايزينه كل واحد ظنن في الرئيس وفي البلد خير هيلاقيه هييجي الخير دوت وهيتحقق بس أما أما يحصل هيتقال ما بيتقالش دلوقت فننتظر قال إياكم ووقوع في حبوب الجيل الرابع والخامس وقال بهاهن على وعي الشعب ما حدثك انتظر لغاية ما تسمع ما هايز ما تستعجلش بيسألوا هايز بهادو أنت متطمن قال لهم متطمن متطمن قوي قال لهم آه أنا متطمن قوي ليه لأنه صادق مع الله قال لأننا صادقين مع ربنا لأنه هو عايف أننا صالحين مش بنقز حد بنبني بلدنا وعايزين الساد هيقف معنا وهينصرنا مصر قال دي بلد مبارقة فيها ترسينا حدثك انتجل فيها رحمن على الجبل قال ده شرف كبير وعظم المصر وشعبها فاحنا متطمنين متطمن قوي طيب إزاي بقى متطمن قوي هايز على مصر وليل طمأنينة دي أولا من الإيمان تاني حاجة لأنه بيشوف سطر ربنا معاه في حاجات كتيرة بنشوف إزاي السطر ده نتوقع فين السطر ده أما حضرتك بتبقى مخلصة مع ربنا ربنا بيوهيكي وبيخليكي تمشي في الطريق لأنه كل ما بتعملي خطوة بتشوفي بتشوفي ده بعنيكي بتشوفي إزاي إصلاح اقتصادي انفاق بلا حدود وبينلاقي 40 مليار دولار في الاحتياطي وسدنا لسه 20 مليار سنة اللي فاتت حضرتك تنمية في كل الاتجاهات وزيادة مرتبات زيادة معاشات بنقف جنب جيهان وشوفي تعمير غزة بنطور جيشنا ومصانعنا شوفي كميات التسليح اللي موجودة طب إزاي ده حلها إزاي ربنا معانا حضرتك قوة عظمى من باها عملت إيه منعت السلاح حضرتك شوفنا في الأول خالص في 2000 مفيش طيارات مفيش بتاع ربنا يسهل نجيب أربع غواصات مثلا الجيش عايز غواصة جات أربع غواصات على أحسن تغوز حضرتك موجودين دلوقتي في البحر اللحمة والبحر المتوسط حضرتك في أسراب طيارات متقدمة جدا أكحسن من اللي كانت حد هيدهن أسطول مصري وحاملات طقهات لأول مها حضرتك يبقى عندك حاملات طقهات وأسطول مصري حضرتك واخد ما تبسدت في العالم عد كل منطقة الشرق الأوسط بأي حد قواعد مصري في أهدنا لا وبها أهدنا كمان هيبقى لنا قواعد خياجية زي البلاد العظمة جيش قوي ما فيش حدود لقدهاته ما فيش حدود لقدهاته يعني إيه يعني قادر على الوصول لأي نقطة يحدد هالوهايس أي أي منطقة أي حتة لا تتوقعوا مدى قدهاتنا يعني إيه لا تتوقعوا مدى قدهاتنا يعني أي مكان في العالم نقدر نوصله جيش مص يقدر يوصله ننتظر بس إيه تعليمات من رئيسه كورونا الحمد لله أقل معدلات وفاة بإمكانيات بسيطة ولكن قدرة الله معانا وهناجع نفتح السياحة وهناجع زي الأول إن شاء الله المصلة هنصنعه في بلدنا آه متطمن قوي قوي قالوا له يقين آه قال لهم آه يقين متطمن وده يقين الطمأنينة بتاعته أنا متأكد آه حضرتك كان بعضه فيه مقتطفات من الحديثة هايس بس استاذينكم الفيديو جاهز الفيديو لو تكمل آه الفيديو لو يكمل طيب ماشي هنطلع نشوفه استاذ حضرتك ونرجع نكمل كلام شاير الحقيقة رجعنا لكم مرة تانية وهنكمل حديثنا قبل بس الفيديو وما يجهز الجزء التاني اللي احنا عايزين نكمله فضل دكتور بعضه قال لك حضرتك يا هايس أنه كان على تلاتين ستة قال بفضل الله وعي الشعب عدينا 2013 2011 2015 ليه قال عدالة موقفنا شاف نبلنا قيم هاقية الشاف والإخلاص والأمانة بنصق في ربنا وبنحسن الظن به حضرتك لو معتدين ما كانش ربنا وفقنا قال لو بنعطدين ما كانش ربنا وفقنا خلينا قف عند الجملة دي ونروح نشوف الفيديو لأنه جاهز ونرجع مع حضرتك خلينا نشوف الفيديو رجعنا لكو تاني بعض الفاصل وعايزين ناخد رأي وتعليق من حضرتك يا دكتور على الفيديو حضرتك وصلنا لتلاتين ست قال بفضل الله وعي الشعب عدينا 2013 2011 2015 وقال عدالة موقفنا شاف نبلنا قيم هاقية بالشاف والإخلاص والأمانة بنصق في الله حسن الظن بالله لو معتدين ما كانش ربنا وفقنا لكن بالثقة وحسن الظن بالله والعمل والأخذ بالأسباب نجحنا وهننجح نعم أما بتشوفي حضرتك رئيس حضرتك عنده الإيمان ده عنده إيمان في الله وإيمان بقدارات الشعب بتاعه ده إن شاء الله مع جيش قوي مع شعب مؤمن هتنتصر قالك ما بخافش إلا من ربنا الكلمة دي مهمة جدا لأن دي رسالة للعالم كله إنه حضرتك قال لما طلبتوني لقتوني وما بخلتش عليكم بحياتي قصر من بالله قبل ما أي حد يمس مص مش هنكون موجودين ولا أنا ولا الجيش وإن شاء الله ربنا يحميهم وربنا يخليهم لينا بس دي معناها إيه معناها ما فيش خط أحمر يتفرض على مص قال أنا في ده مص وكل اللي عايزه هفاهية الشعب ده وهفعت شأن البلد دي وسلام وأمن الشعب وهبنا اللي هيحسبني الكلام ده كله من كلامه هايس فحضرك هايس بيقولها سايل للداخل والخاهق قالك هنبني البلد وهنحفظ عليها ومحدش هيقدر يهددها هزع الصحة وهنعمل اكتفاق ذاتي من القمح ده اللي بيحصل دلوقتي حضرك هايس دها سينة وبيعمها وأمنها حضرك قال الجيش حضرك هايبقى أقوى جيش في تاريخ مصر فعلا الجيش أقوى جيش في تاريخ مصر ومحدش يقدر يفرض علينا اخطوط حمى ما بخافش اللي من هبنا وهبنا هينصونا وما بخافش اللي على مصر فالكلام ده مهم جدا لانه ده خارطة طريق بتاعتنا ان احنا بنبني وبننخافش من حد قالك هايس بقاته في بقية قالك اللي حاسبني هبنا هو عايف اللي بعمله المجهود والتحديات والتطحيات ما تعرفوش يعني ايه قام مثلا زي 36 قام ده مهم جدا يا جماعة قام ده مثال القاتل ده حضرتك اترتب عليه كل اللي احنا عايشين فيه لغاية الان اترتب عليه نهاية الاهاب بتاع سيناء نهاية تنظيم الاخوان وحكم المصر نهاية حضرتك ليبيا اتحافظت لنا الصحارة الغربية كانت تحضيع بعضو حضرتك مشاكل في السودان حضرتك السودان بعضو حضرتك ان شاء الله انتصى على اسيوبيا وخذ استرد قاضي وهيكمل ان شاء الله ان شاء الله فده مهم جدا ويعني ايه انه ربنا اللي هيحاسبني لانه هو عالم باللي بيعمله فعلا عالم بالتعب اللي بيحصل وايه المجهود ده وحضرتك ازاي بنحقق الحاجات دي في الظروف دي وقال هنفهم مع الايام حصل ايه فطيب في الاخر خالص قالك الناس بتحسدنا على حضرتك على كورونا الناس بتقول لك فين المعدلات قليلة ومش عايف ايه قال لان مصر طيبة وشعبها طيب مش بنقذي ولا نضوها حد مش بنخرب البلاد اللي حوالينا وديها سايل على البلاد اللي بتيجي تخرب البلاد احنا شفنا في بلد معينة توكية حضرتك وشفنا بتتدخل صحيح في العراق منع تحنها المية هيا وصوية ده حضرتك مش عشان نحتاجها المية هي عندها مية كتير بس بتقفل المية حضرتك شفنا دجلة والفات بينشفهم المية قلت فيهم جامد بقت الناس بتعديهم كده حضرتك ده بيؤدي لخهاب حضرتك ما فيش زراعة حضرتك البلاد دي مبنية على الاقتصاد على الزراعة حضرتك أما يبنى عنها الزراعة ده ضماء فبيضمها يعني اتضمارت عسكريا حضرتك وبيكمل عليها طب بتكمل عليها ليه طب سيبها صحيح يعني حضرتك انت بتقول انك انت بتنفع جاي تقف جنب شعبها ما بتقفش جنب شعبها انت بتخاهبها وبتساعد البلاد اللي بتخاهبها انت بتبنى عنها المية حضرتك يعني حضرتك ازاي دجلة والفات يبقوا كده فعضرتك ومش محتاجة تواكية مش محتاجة مية تواكية عندها مية كتية عندها انهار كتية انت كده بتخاهب قالك حضرتك هنا قالك احنا مش بنأذي ولا بنضع حد مش بنخاهب البلاد اللي حوالينا مش بنعتدي على جهاننا بنجوع ونبني بلدنا احنا حضرتك بنجوع بس بنبني بلدنا مش رايحين نعتدي على بلاد تانية عشان ناخد منها تلوط عشان كده ربنا هيسترنا ومش هنشوف حاجة وحشة أبدا كل الكلام ده مهم جدا علشان قبل ما نبتدي بها ونشوف انجازاتها هائيس لان احنا ما نفهم حضرتك ازاي بنتعامل ما نفهم هائيس بيفكر في ايه هائيس شغال ازاي الكلام ده مهم جدا علشان نعرف بها الانجازات بتاعته ايه كل انجاز بيعمله وكل مشروع بيعمله ليه هدف وليه اهمية اهمية قصوى انه عايز يشوف البلد دي في محتة تانية خالص طيب خلينا نشوف مع حضرتك كده ونرجع الفيديو المهم الجاي ده ونرجع ناخد مع حضرتك تعليق عليه نشوف ونرجع الحقيقة شفنا الفيديو اللي فات ورئيس اتكلم فيه كمان عن مشكلة كبيرة كانت بتواجه مصر وكانت بتهددها وهي العشوائيات العشوائيات اللي كانت في فترة من الفترات استاذن كنقف الاربيس بس العشوائيات اللي كانت في فترة من الفترات بتمثل كرسى كبيرة لمصر ما كانتش مجرد مناطق بس خطرة ولكن كانت مناطق بيصعب السيطرة عليها الحقيقة كنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين بالإرهاب كان واخدها مأولي لأن جوة العشوائيات بيصعب الوصول إلى أو الوصول طبيعة الناس اللي عايشة في العشوائيات هتفهم أنا أقصد إيه الدخول لها مش سهل زي ما بيقوله فكانت مأوى للإرهاب الحقيقة كمان الرئيس قال أن الوضع لو فضل كده كمان 3-4 سنين كانت البلد لا قدر الله هتتهد طبعا لأن ده العشوائيات ده زي مرض خطير زي لا قدر الله سرطان في الجسد لما بيكون غير حميد بيصعب السيطرة عليه وطبعا بياكل في الجسد اللي هو جسد الدولة وهيؤدي في الآخر زي ما الرئيس قال إلى هدد الدولة عشان مشكلة وعشان لو ما وقفناش ووجهنا نفسنا بالحقيقة وتوقعنا اللي هيحصل نتيجة استمرار ووجود العشوائيات دي كانت مصر هتبقى في حتة تانية خالص ولكن عشان احنا عندنا رئيس والحقيقة طبعا اختار رجال عندهم قدرة على المواجهة وشفنا الرئيس في كذا موقف وكذا لقاءه هو بيتكلم عن المسؤول اللي ما عندوش قدرة على اتخاذ القرار وكان دايما يقول ان اي مسؤول او اي مدير امن لو ما عندوش قدرة على الوقوف في المرحلة دي وانه ياخد اجراءات صارمة ضد اي مخالفات وضد اي لا قدر الله مرض متفشي جوه مصر فمن فطلقه يتنحى تماما عن المسؤولية دي عايزين اسأل النهاردة ضفنا الكريم على العشوائيات العشوائيات استمرارها كان هيؤدي فين بمصر دكتور استمرار العشوائيات في مصر كان هيدخل بينا على كرسة ولي قدر الله في خلال 3-4 سنين زي ما تابعنا وشوفنا الرئيس كان هيؤدي الى مهيار دولة رأي حضرتك في موضوع العشوائيات وقدرة الدولة على انها تصدت للعشوائيات في الوقت القصير العشوائيات هي حضرتك الهائيس فكره فيها مختلف عن الفكر اللي واصل للناس حضرتك هو شايف اصلاح العشوائيات ده اصلاح لشعبه اصلاح للناس اللي ساكنين دول الناس اللي ساكنين دول هو جزء من شعبه قال ربنا هيحسبنا عليهم فهو قال حضرتك هو بيعمل حضرتك كباهي وانفاء وحضرتك شايفة التطوير اللي في مريض نصر اللي في العاصمة الادهية اللي حضرتك في كل حتة اللي في الاصمرات لا يعني انا قصدي على الحياة اللي معموها اللي موجودة مصر الجديدة حضرتك مريض نصر التكتوبة طيب حضرتك الجزء اللي ما عندوش امكانيات يسكن في الاماكن دي وعايش في عشوائيات نعم قالك ده هائيس كان بيشوف الكلام ده وهو حضرتك صغية قالك وانا صغية انا شفت الكلام ده كانوا بيصعبوا علي اقول دول عايشين ازاي هنا اقول دول عايشين ازاي ازاي عايشين في المستوى دوت فقال ان احنا نسيب ناس بسطاء لوحدهم بغلبهم وبقصهم حضرتك ده انهيال للمجتمع كله ما اقدرش يسيبهم كده انا مش هسيبك كده حضرتك قال انا مش هسيب الطفل ده يعيش كده انا مش هسيب هاجل ده يعيش كده لازم حتى حضرتك هو ايه المشكلة في العشوائيات هم حضريك عايز مكان لائك يعيش فيه المواطن المصري لأنه مش مجاهد أنه محتاج هيسيبه لا حضريك أي حد دلوقت حضريك شوفنا الإسكان الاجتماعي بيوفى للشباب بفاصل الشواء مع القهود حضريك شوفنا مع الحضريك بتاعته العقاهات وحضريك بفايدة بسيطة بفايدة بسيطة جدا لأي شاب في مقتبل حياته أول ما يتوظف يقدر يحصل على مسكن ده طريقة العشوائيات حضراتك بينطواها وبننقل الناس لأماكن لائقة بيهم وحضراتك بنشوف نظرة الشك ونظرة الانتماء لمصر والانتنان صح والبلد بينتمي لبلده قالك أنا نظرت أنه لو هبنا مكنني هعمل كده أنا هوفي بنزري أنا هوفي بنزري اللي هو حلمه حلمه أنه هو شاف الكلام ده وقالت أنا بنزر أو أنا بوفي الآن أنا وصلت هوت أنا في إيدي دلوقت حل العشوائي دي وهحلها فعشان كده بيعمل حاجة مش موجودة في أي بلد في العالم إن حضراتك شقة تسعين مت بفاشها بعفشها حضراتك بأدوات كهابائية المواطن بسيط خالص مجاهد مكان العشة والعشش والأماكن الغير لائقة حتى هايس في إسلوه يقولك مكان غير لائقة ما بيقولش حتى مكان السواب تحته لا يقولك مكان غير لائقة بالمواطن المصري فحضراتك بقى نقله لمكانه اللي لقيت به قال حضراتك أنا بوفي بالنزر دوت وده عشان كده بعهد عهده ربنا بذلك فربنا وفاله وقاتاه حضراتك أنه حضراتك الحق وحضراتك وقاتاه المكان اللي يقدر يعمل فيه فهو وفى فعشان كده شفنا بها إنك متطمن أو متطمن قوي لإن أنا عايف إن أنا بعمل إيه أنا عايف إن أنا بوفي بنزري فعربنا هيقف معايا فده حضراتك تهز فهيد فعلا هقيس إنه بيفكى حضراتك في شعبه وبيفكى في جميع طبقات المجتمع بيفكى في البناء آدم المحتاج إنه يهيحه إنه حضراتك يشوف فده إن شاء الله هننتصر وعربنا هينصره على ذلك تاب العشوائيات كان في قصة كده من يومين هي العشوائيات عبارة عن إيه؟ عبارة عن زيادة أمهاض عبارة عن عدم انتماء عبارة عن حضراتك أنا عايش إزاي وشوف الناس عايش إزاي عدم تعليم زيادة في الجهل ورفق فهيسة سهلة للفكر المتطهف والإرهاب فهيسة سهلة لتجار المخضهات وتجار السلاح وتجار حضراتك كل حاجة قانونية فالشعب كله سعيد بتطوير العشوائيات دي تاب اللي يزعل اللي يزعل من تطوير العشوائيات دي يبقى إيه؟ حضراتك الناس بتزعل يبقى حاجة من اتنين لإما أنت بتستغلها في تجاه مش مشروعة لإما بتستغلها كإرهاب حضراتك بتنمي منها الإرهاب وده اللي بيفصها حاجات احنا شفناها اليوم من اللي فاته إن حضراتك بنيجي نطوى ونيجي ننقل للعشوائيات دي فبعض الناس كانوا زعلانين طبعا اللي زعلان ده فئة بسيطة خالص لا تمثل شيء اللي هي بتستغل سكان العشوائيات بيستغلوهم كغطاء بشي مدسوسين وسطيهم فحضراتك لا ده مش طبعا عما حضراتك بييجي على وأي واحد ساكن في المكان ده ويروح مكان تاني هنشوف دلوقتي في الفيديو اللي جاي هو فحل قد إيه؟ إنه تنقل للمكان الجديد خلونا نشوف الفيديو ده مع حضراتكو ونرجع نكمل كلامنا عن العشوائيات أو الأماكن الغير لائقة اللي كان المصريين بيسكنوا فيها واللي الرئيس قرر أو كان بيحلم إن الناس دي تنتقل منها خلونا نشوف مع بعض الفيديو خلوني كده أبسط لحضراتكو الفكر الرئيس بيتكلم عليه من خلال القضاء على العشوائيات في مصر الحقيقة لما بطلع أو لما بنشئ جيل الدولة موفراله أو لما بنشئ فرض الدولة موفراله أبسط حقوقه في الحياة الكريمة اللي الرئيس عام المبادرة باسم حياة كريمة وهي إنه يتلقى تعليم مجاني على حساب الدولة زي ما الدولة موفرة ولما بيخلص مرحلة التعليم الأساسية بتاعته وبعد كده بيخش بيستكمل مراحل التعليم إلى أن ينتهي من مرحلة التعليم الجماعي يقدر إنه هو بعد كده يلاقي وظيفة كويسة تليق به وتقدر إنها تعيشه عيشه برضو أو تحييه حياة كريمة الحقيقة الرئيس استكمل الجزء اللي كان ناقص وهي فكرة إنه الشاب بعد أو الشباب بعد ما بيتخرجوا بالجامعة ويلاقوا وظيفة بيحاول يدور على شقة عشان يكمل بقية حياته ويستقر ويتزوج فيها وينشئ أسرة فكانت المعضلة الكبيرة اللي بتواجهنا وهي فكرة إن الإسكان أو الشقة اللي الشاب بيدور عليها كانت بتبقى تكلفها غالية جدا لكن لو بصينا على المرحلة اللي تولى فيها الرئيس السيسي حكم مصر لقينا فكرة الإسكان الاجتماعي الشقة مهما يعني عدنا نحسبها حتى النهاردة كنت بتكلم في الموضوع ده بالصدفة مع أخويا وكنا بنقول إن الشقة عدنا نحسب تكلفها لقينا توتل الوحدة السكنية اللي هي ثلاث غرف وصالة وحمام في مكان آدمي جدا جدا لها تتعدى المتين وعشرين ألف جنيه بمقدم بسيط وقصة شهري بسيط كل الناس تقدر عليه طيب الرئيس من خلال الفكرة ده قدر يواجه الإرهاب إزاي قدر يواجه الإرهاب؟ أول بزرة الجماعات المتطرفة بتدخل فيها للشباب اللي إحنا بنشوفهم اللي بيطلعوا في الفيديوهات اللي بنشوفها من الجماعات المسلحة وأجند مصر وغيره وغيره بيدخل للشباب عند طريق إن هي بلدكو عمالت لكو إيه؟ فبيبدأ يغزي جواه فكرة كرهه وحقده على البلد وبعد كده بيبدأ يغزي جواه كرهه للمسؤولين عن البلد لأنه هم المسؤولين على الوضع اللي هو فيه فيقدر بالتالي يسيطر عليه ويسيطر على تفكيره وسيطرة تمة عن طريقها يقدر يغزيه بالأفكار اللي هو عايز ينفزها ويخليه أداة سهلة للعمليات الإرهابية اللي بيقوموا بيها وبنشوفها أو كنا بنشوفها طبعا في سينة وغيرها وكنا شوفها طبعا في استشهاد المستشار حشان بركات وغيره من زباط الجيش والشرطة وشهداءنا العظام اللي احنا كمان فيه ناس تم استشهادهم ما نعرفش عنهم حاجة اللي هم رجال الظل طيب هو ده الإرهاب أو الفكر الإرهابي والمتطرفين بيقدروا يدخلوا بيه للشباب وبنشوفوا أو بيقعوا عن طريق الأفكار دي فريسة سهلة وأداة إنهم ينفزوا كل مخططتهم ولكن الرئيس لما وقف وقال إن لازم نغير فكرنا ونهجنا عشان نواجه الإرهاب كانت هي دي أدواته أدواته حياة كريمة أدواته المبادرات الصحية الإسكان الاجتماعي وغيره تمكين الشباب لأن الرئيس اشتغل على فكرة تمكين الشباب وقال إن الشباب هم دول أزرع مصر أو سواعد مصر اللي مصر هترتكز عليها هترتكز عليها عشان تكمل طريقها نحو الاستقرار والتنمية دكتور لو كملنا كلامنا عن الأشوائيات في الفيديو ده حضرتك تقدر توصف لنا اللي احنا شوفناه ده بإيه أول حاجة أشوف المستوى هاقي اللي حد كان قاعد في أشوائيات نعم هيتنقل ليه طبعا فده طبعا شك لهائيس إنه حضرتك وفى نزهه مع هبنا عمل حلمه حق حلمه هبنا هيوفي بعضه معاه لأنه حضرتك أما بنوفي الجزء بتاعنا هبنا ما بيسدناش وده بيفصر الستر بتاع هبنا معانا حضرتك في فيديونا في حضرتك في التوفير الاحتياجات بتاعتنا المادية الاصلاح الاقتصادي بتاعنا اللي هبنا واقف معانا تاني حاجة قالك مش هسيبك تعيش هنا مش هنسيب أطفالنا تعيش هنا حضرتك ده من رئيس الجمهورية الناس حس بيها أي حد حضرتك حسس بيها حسس إن الكلمة دي صادقة هو حضرتك مش هسيب الطفل ده يعيش هنا مش هسيب الهاجل ده يقعد هنا أنت مش هتعيش هنا ده حلمي وأنا هحققه حضرتك ده دي كفاية دي كفاية لو الإنجاز ده بنفهم كفاية على رئيس السيسي مش الحاجات التانية بقى بقى قالوا عتفتكوا ده أمر سهل اللي قدامكم ده البشاري الخير الأصمارات ده مش حاجة سهلة قال ده وهو مجهود وهمة محدش يقضى لوحده لحكومة ولا رئيس مهما كانت قوته ده حضرتك فيها مساهمة من قطاع الأموال ده واجب وقال لحضرتك رئيس بنك مصر كان بنك الأهل اللي ساهم رئيس بنك مصر يبتدى يساهم وقال لك حضرتك ده حضرتك واجب وليس تفضل من أحد طاقة أمل جديدة الأمل يدوس على المستحيل خطوة رئيس بيقولك ده خطوة من ألف خطوة لتحقيق العدل الاجتماعيه بنشكر هايس وأظن أن كل مواطن مصري عايش في العشوائيات وحاسس بالكلام ده حاسس يعني إيه المسكن الجديد اللي اتنقل ليه حضرتك بيشكر هبنا على ذلك أنه سخر له هايس ده لذلك وإحنا بنشكر هبنا على ذلك وبنقول أنه نموذج ده هينطبقه في كل حاجة بها يعني يا حضرتك هو اتطبق في المدن في العشوائيات هيتطبق في الأهياف حضرتك بيبطيب حضرتك في حياة كهيمة وحضرتك تطوير ريف ولو سعفنا الوقت فيه حضرتك كنت نتكلم عن تطوير ريف في المصر صحيح الأول نشوفكم أنتوا الأول تمكين المعقة صحيح ونشوفها هايس واهتمامه بلها عاملت زي طيب خلينا نشوف مع حضرتكو فيديو مهم جدا 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 وأنا بعتبره فيديو ملخص هي المرأة في عهد الرئيس السيسي خدت قد إيه من اهتمامه خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع نتكلم عن الجزء ده لأنه جزء مهم جدا جدا والإعلاني لإنحياز التام للمرأة المصرية خلينا نشوف الفيديو ده رجعنا لكو تاني بعد ما شوفنا الفيديو المهم جدا عن تمكين المرأة في خلال عهد الرئيس السيسي الحقيقة الفيديو ده يعني اتفرجت عليه قبل ما نشوفه مع حضرتكو على الهوى أكتر من 3-4-5 مرات اتفرجت عليه كتير جدا جدا وكل مرة كنت بتفرج عليه كنت بكتشف فيه حاجة جديدة كنت بكتشف فيه إصرار رئيس على تكريم المرأة المصرية اللي هو تعود من وهو صغير على أنه يحترمها يحترمها مش بس زي ما قال في أنه هو يمكنها ويوليها مناصب إدارية وحقائب وزارية لا أنه حتى لما ييجي يكلمها يحط إيده ورى ظهره مش بس زي ما الرئيس قال مش يزع لها ولا يعنفها ولا يجتمها وبنوصل دلوقتي أنه بيدربها وبنوصل أنه بيقتلها الحقيقة المرأة المصرية فعد الرئيس السيسي كل السيدات بتشهد وبتعترف وبتقر أن الرئيس اداهم وادانا حقنا ادانا مساحات من الحرية الحقيقة كل اللي طالبنا فيه وكان في مصلحتنا وفي مصلحة بلدنا الرئيس نفزه وزيادة كمان خلونا أسأل ضفن العزيز والكريم دكتور محمد عن سبع سنين بعد الرئيس كانوا كلهم تمكين للمرأة شفت حضرتك الفيديو ده ازاي وخصوصا حضرتك شاركت كمان في إعداد الفيديو احنا شفنا أنه سبع سنين دول فيهم طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة نعم شفنا طهاز فهيد رئيس حضرتك بيحترم المرأة بيقضاها بيحاول حضرتك يعوضها عن السنين اللي فاتت كلها اللي ما خدتش فيها فاصلتها عشان تنطلق في السنين الجاية لأن حضرتك إذا أعدادنا المرأة إعداد جيد هنعد مجتمع جيد لأن أبناء هيبقوا حضرتك مطابعين كويس حضرتك هي إعدادها الإعداد الجيد ده هيرجع للمجتمع تاني نعم وشفنا السيدة الأولى الحقيقة بتشاهد بذلك بتهتم بهذا المجال بتعمل على بعضه حضرتك لها البصمة بتاعتها موجودة في تمكين المرأة وده حضرتك بيزيد وبيسغي حضرتك من هذا المجال من هذه التجربة فبنشوف إحنا كلمات مقصوعة من خطبات هائس ومن خطبات سيدة النصاف في مختلف المناسبات نحاول كده نسجدها بسرعة ونشوفها يعني هائس سيسي في ماء مثلا قالك أنا وزير الماء في الحكومة بيسألوا ما فيش وزير الماء قالك أنا اللي همثل الماء إن أنا هديها حقوقها أنا وزير الماء في الحقوق وذلك لا يظهر مدى احترامه وتبجيله الماء وحرها قالك تمكين الماء هو احترامها وتقديرها وليه مش مسألة وظيف مش مسألة إنها هديك وظيفة لا أنا حايز تبقى ديه ثقافة في المجتمع إنه هو الثقافة بتاعت احترام الماء وتقديرها هائس بيشيد إن الماء هي دائما تسبق الصفوف في أي نشاط سواء رياضي أو سياسي الفعلا فإن حنا بنشوف الانتخابات بنشوف حدث في أي نشاط سياسي ثقافي إن الماء فعلا هي اللي بتمثل وهي اللي بتروح وهي حقيقة بيبقى العدد أكتر من النساء فده مهم أول لأن هي وعيها أكتر يعني ده مهم جدا هائس بيشيد إن الحكومة استطاعت أن تلبي أوامره بتمكن الماء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبتوفر الحماية لها نوفمبر 2011 السفيرة فايزة بنجا مستشارة أمن القومي لهائس وده أول ماها في مصر يناير 2016 تشكيل المجلس القومي للماء برئاسة الدكتورة مياه ماصر دستور 2011 التمكين السياسي بنص دستور بتقصد 89 مقعد للماء هائس بيعلن عدم التوقيع على أي قانون لا ينصف الماء فحددك ده هو بيحط صمام أمان إنه ما فيش قانون لا ينصف الماء هيتمضي عليه لازم حددك الحكومة تهاجع قانون كويس وتشوف إنه بيمثل حقوق الماء متمثلة فيه ولا لا يونيو 2011 هائس يدعو لتطبيق قانون يجاهم التحرش الجنسي بالسجن مدة توصل لخمس سنين مايو 2016 هائس يؤجد إنه كل سيدات مص مسلميه ومسعيه هن عظيمات مص ده أول لقم الحقيقة نسمع قبلك إنه حددك ده وسام على كل صد كل ماء في مص إنه هن عظيمات مص ده أطلق أطلقوا عليهم السيدة السيدة هائس مايو 2016 يؤكد حددك إبهيل 2018 تركيط هائس مجلس القوم الماء المنصب وزيع سيدات مص تقدموا الصفوف لتأخذوا هائس بيقولهم أنتوا تقدموا الصفوف لتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها ودي حددك وعد من الهائس إنه هيحطهم في المكانة اللي هم فعلا اللي هم يستحقونها والمكان في كل حددك قطاع في الحكومة أو في غير الحكومة في المجلس هايما ياخدوا النسبة بتاعتهم في التعيينات في الشغل وشوفنا الكلام ده إنه حدددك خلال شهر يونيو الجاهي أصدر هائيس السيسي قراءة تاريخيا ببدء عمل الماء في مجلس الدولة والنيابة العامة ده الأول ماء في تاريخ مصر هائيس أمى أقاه قوانين تكفل الماء الحماية والمساواة من بينها تجريم الحامان من المياغاس وتغلية حقوبة ختان الإناس والتحاوش الجنسي تنظيم عمل المجلس القومي للماء وتعريف وتجريم التنمى حضرتك تعديل أحجام قانون الولاية على المال القارة الاستراتيجية الوطنية المكافحة تنعم في تد الماء كل الكلام ده حضرتك اتعمل في قلال السبع سنين فيه ممكن ما عرفناهوش أو ممكن ما حسناش به فبنزقه طيب بالنسبة للسيدة انتصار السيدة انتصار الحقيقة تبنت الموضوع ده ووقفت فيه ففي كل وقت أنها تقدر تقول بتتسجر حضرتك الحكاية اللي حضرتك القوانين اللي اتقهاها هائيس أو حضرتك بتقول أن احنا عملنا وعملنا وعملنا فحضرتك السيدة انتصار قالت المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة بفضل إرادة سياسية دعمة هي حضرتك بتنبهنا أنه ده الفضل الأول والأخير بعد غابنا للإرادة السياسية الدعمة أنه لو للإرادة السياسية الدعمة ما كانش حصل أي حاجة من الحاجات دي حضرتك الدستور قالت بيحتوى على أقصى من 20 مادة لضمان حقوق الماء هائيس أعلن 2017 عاما للماء المصرية سيدة بتذيب هذه التصريحات وقالت أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكن الماء 2030 وقد أقرهاها السيدة هائيس واعتمدها لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتمكن الماء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هي برضو أعلنت حضرتك أعلنت في الخطاب بتاعها أنه هي حضرتك أن هائيس السيسي الدعم هائيسي لتفاع تمثيل الماء في البعلمان المصري بمجلسيه النواب الشوهد 27% ومجلس الوزهاء إلى 25% فهي بتقول أنه هو هائيس اللي كان هو الدعم هائيسي لذلك وهو اللي أصاه على ذلك حضرتك أنه منح الماء المصري بعضه عددا من المنصب القيادية قالت مستشاهل أمن القومي الوزهاء محافظين نواب محافظين القضاء في القرار الجديد حضرتك في اليوم العالمي للمرأة 8 مايس احتفلت بيس سيدانت سا وقالوا المرأة المصرية كان عنوان آيكونة النجاح آيكونة النجاح بتاع المجتمع هي المرأة المصرية وقيدت ساعتها حضرتك عدداها هائيسي للمرأة المصرية منذ فجر التهيخ كعماد للقصة وتابعة الإبناء وضوها الفاعل في بناء المجتمع والشهيك الكامل في بناء الحضارة والمرأة وضوها مجال محل احتهام وتقديم منها قائص الذي يحتهم ويبجل المرأة ويدرك تماما الدورة التي يزورت ديه وأشادت السيدة الأولى الحقيقة في دور المرأة في 30 يونيو وهي أساسا كانت حضرتك هي لها دورة في 30 يونيو قلنا قبل كده وقلنا حضرتك إنها قدمت بعضو الإبن والزوج حضرتك للوطن في هذه المناسبة وأعلنت بعضو حضرتك إنه في إطار التعامل مع تدعيات كورونا إنه في إصدار وقت سياسات حول الاستجابة لإحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة وأطلقت مصر آلية لهصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مايس 2020 واحتلت مصر المركز الأول إذاء الإجارات التي اتخذتها لمسندة المرأة خلال جائحة كورونا في تقارير الأمم المتحدة مصر كانت هي هقم واحد على مستوى العالم في حضرتك تنفيذ سياسات لمسندة المرأة في هذه الجائحة نعم بنشوف الكلام ده إنه تمكين المرأة ده حاجة مهمة جدا شفنا إنه أكتر حضرتك حد أيد المرأة وحضرتك ساهم في استعادة حقوقها هي حضرتك الهائيس وقاينة الهائيس وكفاية جدا إنه عشان نعرف قاينة الهائيس إنه حتى عما بالنديها مثلا السيدة مصر اللي هي بتقول لا أنا بحب أكتر إنك تقول قاينة السيدة هائيس هتفتح السيسي فده حتى بينم عن السيدة وعن أخلاقها وعن حضرتك إن شاء الله النورخية جاي وتمكين الماء هي بقى أكتر وهنشوفكم إن شاء الله في أعلى المناصف في إذن الله إن شاء الله دكتور احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وقتنا خالص معاك ولكن الحقيقة الحديث عن الرئيس السيسي لا ينتهي والحديث أيضا عن إنجازات الرئيس لا تنتهي عشان كده هدف برنامج كلام جديد والاستراتيجية اللي قايم عليها البرنامج دي هو إبراز دايما إنجازات الرئيس وإبراز وشرح ما يقوم به الرئيس ومحاولة توصيله لأن اللي بيحصل من ضفنا لأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم إنه بيقف جنب وطنه وبيقف جنب بلده لأنه دايما بيقول إن بلدي ليها علي حق وهو بيرد حق بلده من خلال الدفاع عن القيادة السياسية ومن خلال الدفاع عن إنجازات بتتم على الأرض الواقع والحقيقة احنا بنشكره وشكرا جزيلا على الدور ده وبنتمنى إنه يستمر عليه وبنتمنى إن احنا نجد كمان رجال مخلصين لوطنهم يقوموا بنفس الدور بشكر دفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم وأستاذ أمراض النساء والتوريد وعلاج العقم شكرا جزيلا يا دكتور على الحلقة دي إن شاء الله الحلقة الجاية فبعدنا يوم الخميس الساعة 12 مساء مع إنجازات جديدة وكلام جديد وحديث جديد مع ضفنا الكريم ويتجدد اللقاء مع حضراتكم توفقوا على ألف خير وتصبح على خير اشتركوا في القناة